تفقد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة العناصر المخطط سفرها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في تدريب المشترك رعد الشمال والذي تنفذه وحدات مقاتلة من القوات البرية والجوية ووسائل الدفاع الجوي والقوات الخاصة والمراقبين لعدد من الدول العربية والذي يستمر لعدة أيام في أطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة وأكد الفريق محمود حجازي خلال لقائه بالقوات أن هذا التدريب يمثل إضافة قوية لدعم وتكامل علاقات الشراك العسكرية والتعاون الاستراتيجي بين مصر والمملكة العربية السعودية والدول العربية الصديقة لدعم وحماية ركائز الأمن القومي المصري والعربي وقد استمع رئيس الأركان إلى تقرير تفصيلي تضمن مراحل الإعداد للقوات لرفع معدلات الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في التدريب قبل تنفيذ مخطة التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول تمهيدا لتنفيذ الأنشطة والمهام التدريبية بالتعاون بين قوات الدول المشاركة وصولا لأعلى معدلات الاستعداد والتدريب القتالي على تخطيط وإدارة مهام مشتركة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمنى واستقرار المنطقة